أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى رئيس مجلس تنمية الاقتصادية أن ما تم تحقيقه من منجزات في كافة القطاعات الاقتصادية يجدد العزم نحو تحقيق المزيد من الأهداف المنشودة بما يعود نفعه على المواطنين ويحقق نماء الوطن مشيرا سموه إلى همية متابعة البناء على ما تحقق عبر مضاعفة الجهود التي تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية بكل عزيمة لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقال سموه إن المواطنة هو أساس عمل فريق البحرين ولأجله سيتم استمرار زيادة وثيرة العمل في كافة القطاعات الحيوية بما يسهم في خلق مزيد من الفرص النوعية الواعدة لكافة المواطنين بالتوازي مع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني وهو ما عهدناه دوما مسيرة عمل دؤوبة لأبناء الوطن في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات ونوه سموه حفظه الله لدى ترأسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية اليوم بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة أن تنافسية مملكة البحرين ترتكز على الاستثمار في كافة الإمكانات والموارد لتنوع قاعدة الاقتصاد الوطني بما يواكب عمليات التنمية المستدامة ويسهم في تطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية وأثناء الاجتماع استعرض سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز المستجدات المرتبطة بالمؤشرات التي تنصد أداء الاقتصاد الوطني إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 2% خلال عام 2019 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي مع تحقيق القطاع الاقتصادي غير النفطي نموا بمعدل 22% مدعوما بانتحاش ملحوظ في عدد من القطاعات كقطاعي الخدمات المالية والصناعات التحويلية في حين نمى قطاع النفط والغاز بمعدل 1% وأشار رئيس التنفيذ لمجلس التنمية الاقتصادية إلى نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في مواصلة إنجازاته في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بهدف المساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية حيث استقطب المجلس 134 شركة في عام 2019 استثمرت 835 مليون دولار أمريكي من شأنها أن تخلق أكثر من 6000 فرصة وظيفية في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة واستثمرت هذه الشركات في قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية بما يعزز من تنوع الاقتصاد الوطني وتطرق سعادة الرئيس التنفيذ لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن العام 2019 شهد دخول عدد من الاستثمارات القادمة من عدة دول من ضمنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند واليابان والمملكة المتحدة وهونج كونج إلى المملكة والتي ستخلق فرصا وظيفية نوعية في السوق المحلية وتنول العرض عددا من أبرز قصص النجاح الاستثمارية للشركات التي اجتذبها فريق العمل بالمجلس في قطاعات الفنادق والمطاعم والتصنيع والتعليم والرعاية الصحية وتكنولوجيا معلومات الاتصال والخدمات المالية كما تم تسليط الضوء على أبرز الأهداف الاستراتيجية لعام 2020 والتي من شأنها مواصلة توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية في كافة القطاعات بما يعود بالخير على المواطنين ويصبوا في صالح الوطن